معنا من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مرسلنا باسل خلف أهلا بك باسل حدثنا عن ما حملته الساعة الأخيرة من تطورات ميدانية وأيضا تأثير ذلك على الوضع الإنساني في قطاع غزة عموما السهام هنا في مستشفى شهداء الأقصى وصل شهدان وعدد من الإصابات من جراء استهداف الاحتلال منزلا في منطقة جنوب غرب مدينة دير البلح تحديدا منطقة البروك استهداف منزل أصيب عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال ومن هم داخل الآن داخل غرف العمليات من أجل إجراء عمليات حيث وصلت إصاباتهم حرجة للغاية مع الشهدين أحدهم وصل أشلاء إلى هنا إلى المستشفى سبق ذلك الغرات والقصف الذي يتركز منذ أكثر من ثلاثة أيام على مدينة خانيون استحديدا وسطها وغربها قبل قليل قصف مدفعي في وسط خانيونس وكان أيضا الساعات الماضية الأخيرة قصف في محيط حي الأمل وشضائيا وصلت إلى المبنى وبالتالي نحن نتحدث عن مبنى الهلال الأحمر وبالتالي نحن نتحدث عن بقاء مدينة خانيونس الأكثر اشتعالا وتسجل حتى عدد الشهداء الأكثر نحن نتحدث حتى ساعات مساء هذا اليوم عن عشر من الشهداء وثلاثة وثمانين مصابا اليوم استشهدوا بالإضافة إلى ثلاثة شهداء أو شهدان وصلوا إلى المستشفى الأوروبي تم انتشالهم من جراء قصف سابق في شرقية خانيونس كما الحال هنا في منطقة مدينة دير البلح ومحيطي حيث عدد الشهداء الذين وصلوا إلى هنا منذ ساعات صباح هذا اليوم ثمانية شهدان ساعات مساء هذا اليوم وثمانية شهداء تم انتشالهم من قصف سابق أحدهم أيضا تم انتشاله من قصف جراء واستهدفوا الاحتلال منطقة الحسينة للغرب من مخيم النصارات ساعات فجر يوم الأمس وبالتالي يتحدث عن استمرار التصعيد في وسط وجنوب قطاع غزة أيضا كان هناك غارة إسرائيلية على مدينة رفح ووقوع إصابات من جراء هذه الغارة بالإضافة إلى ما يحدث في شمال غزة من أمرين مهمين المجاعة التي تطاول سكان تلك المناطق ووزارة الصحة تقول أن هناك ستمائة ألف فلسطيني يواجهون خطر المجاعة مع انعدام وجود ووصول المساعدات الغذائية إليهم والنحية الثانية القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية خلال النصف ساعة الأخيرة كان هناك قصف مدفعي في مناطق جباليا وتحديدا جباليا البلد كما وصلنا من مصادر من هناك نحن نتحدث عن أيضا الشمال لم يكن هادئا طوال اليوم ويواجه الناس عديد المشكلات سواء متعلق بنقص الأدوية أو المساعدات أو ما يتعلق بالقصف المدفعي الإسرائيلي والغارات وإن كنا نتحدث عن أن أوتيرة القصف في جنوب غرب مدينة غزة خفتت لكن اليوم وصلنا أيضا بلاغ من كتاب القسام تتحدث عن اشتباك وقع مع قوة إسرائيلية راجلة في منطقة الشيخ عجلين وهذه المنطقة هي التي تفصل بين وسط قطاع غزة ومدينة غزة من ناحية الجنوب الغربي وهذه بها تمركز دالية الاحتلال منذ بداية العملية البرية تقريبا تواجه المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال هناك وبلاغان أيضا وصلنا من كتاب القسام وبلاغات أخرى من سرائيل قدس تتحدث عن اشتباكات في منطقة مدينة خنيون استحديدا غربها وبلاغ آخر وصلنا من سرائيل قدس يتعلق بقصف سدروت وعسقلان برشقة صواريخ ساعة عصر هذا اليوم وصل البلاغ ونسمع الآن صوت انفجار مع أيضا الحديث وهذا أخيرا عن منخفض جوي يضرب المنطقة سهام ومع كل حديث دائما حينما نتحدث عن منخفض جوي يتلو ذلك حديث عن غرق وخيام النازحين ومعرشاتهم وعن أمراض تنتشر أوبئة في صفوف النازحين وعددهم كبير جدا وقليل من الرعاية الصحية التي يمكن أن يجدوها داخل المشافي نظرا لسلوك الاحتلال حينما نتحدث عن مستشفى ناصر أو مستشفى الأمل قلب وزارة الصحة النابض مستشفى ناصر في مدينة خانيونس ويعد حتى على مستوى مناطق الجنوب ثم بعد ذلك نكتشف بأن هذا المستشفى يصعب الوصول إليه أو يصعب الخروج منه وهذا يعني تعقيدا جديدا يواجه المنظومة الصحية ويواجه مستحقي هذه الخدمة المواطنون والنازحون على مستوى مناطق طعي غزة باس الخلف من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح شكرا جزيلا لك